بسم الله في بروتوكول فور لير نيمينج ده عشان تسمية الليرات تبع اليوكي طبعا ده خاص بلو انت شغال على الكاد او لو شغال على اي سوفتوير وعايز تصدر الكاد فممكن تسفاد منه تشوف طريقة التسمية الليرات تبع عملها ازاي يعني هنا بقسمها رول يعني ارتكشور ولا استروقشور بلكا كاسفكيشن بلكا برسنتيشن دسكريبشن فيو اختيار لو انت عايز اه هنا مسلا رول لو انت ارتكشور تاخد حرف الايه لو انت مسلا هتقدرين هتاخد دي لو انت الكتريكل حسب اللي عندك فممكن مسلا فرق اللي هنم ياخد ايه اف لايتنج اي ال البروتكشن اي بي اه لو انت مسلا ميكانيكل هتبدأ شوف مثلا الام اي الامي دابليو الامي اتش او امي في حسب الحاجة اللي انت شغالها الفيلت تبدأ بقى شوف هل انت شغال اه اه دي اس بيس يهتب اس ال ولا ايليمنت اي اي ولا سيستم يعني الفكرة كلها طريق التسمية اللي رب اللي ما تفين عليها عشان ما فيش هتتكرر في دول كتيرة بتاخد بالكود دوت فانت بتشوف الكود دول اللي انت بتعملها الشغل يعني لو انت شغال مثلا في الامارات بتبدا شوف هلو ما شغلين بالكود دوت ولا كود داني لو انت موجود في مكان ما فيش كود موجود 90 بالكود دوت في تسمية اللي ربط اللي ربط